بصراحة انا زهقت ومشان الوحدي كل جمهور النادي الاهلي زهق زهقنا ويعني لو لان احنا بس دايما لما بنيجي نتكلم في قناة النادي الاهلي احنا مش زي اي قناة تانية احنا لما بنيجي نتكلم بيبقى عندنا حدود كده في الكلام ولازم نتكلم بصيغة معينة وباسلوب معين مش زي اي حد تاني لما بيجي نتكلم ممكن تلاقيه بيقول كلام وبيقول شتائم واحنا احنا هنا في النادي الاهلي او في قناة النادي الاهلي ما عندناش الكلام ده وما بنحبش نرد وما بنحبش زهقنا من المزايدة زهقنا من الكلام الكتير والفرقعة في كل حتة حد يطلع يتكلم يقعد يقول لك اصلي مش عارف ايه وده شتن في مين وده عمل ايه يا جماعة بجد احنا زهقنا زهقنا وتعبنا احنا هنا في القناة الناس كلها لما بتشوفني بتقول لي ايه بتقول لها كابتن اسلام احنا عايزين اه حنفضل نرد وحنفضل نتكلم وحنفضل ندافع عن النادي الاهلي لان الكلام اللي بتقال ده كلام في الهوى بس احنا زهقنا بقى جماعة يعني غيروا الكلام بقى غيروا الكلام شوفوا حاجة تانية ما انتو مش عارفين توصلوا لحاجة في النقطة دي فبتروحوا للنقطة دي فما اتقافلت فبتخشوا عن النقطة اللي بعدها اتقافلت فبتخشوا عن النقطة اللي بعدها فبتتقافل وهكذا زهقنا من الكلام وزهقنا يعني اسلوب حوار سيء للغاية اسلوب حوار زيء سيء للغاية لما بتيجي تخاطب الناس لازم تتكلم معهم بشكل كويس لازم تتكلم معهم بطريقة كويسة لازم تتكلم معهم بالأبجديات اللي انت تعلمتها طول حياتك واللي انت شفته في حياتك كلها بتتكلم به مع الناس فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ايه بقولكم ان لما تلاقي حد بيتكلم باسلوب حوار سيء وده اللي انا اقدر اقوله على شاشة قناة نادي الاهلي ماينفعش اقول كلام تاني ولكن لما حد يتكلم باسلوب سيء من المفترض ان احنا بنردش عليه من المفترض ان احنا بنردش على الكلام ده لان احنا ممكن نقول كلام كتير قوي 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 ولكن زي ما قلتلكم عندنا هنا حاجة اسمها مبادئ مبادئ المبادئ دي لما بتتحطوا قدامنا وبنيجي نتكلم بنبص كده نقول لا احنا نادي الاهلي احنا قناة نادي الاهلي احنا اسم نادي الاهلي احنا شعار نادي الاهلي احنا جمهور نادي الاهلي كل شوية تلاقي حد يزايد على اسم نادي الاهلي وريني كده الخبر هو طبعا اتزاع مبادئ اتزاع النهاردة ولكن الكلام اللي بيتقال اليومين اللي فاتوا دوله النهاردة على السوشيال ميديا شوفوا حضراتكم أبلغ رض على ما يقال التكريم اللي حصل للنادي الأهلي التكريم اللي حصل للنادي الأهلي هو تزاع هنا أعتقد مبارح في قناة النادي الأهلي والنهاردة طوال النهار ولكن يعني تكريم النادي الأهلي في اليوبيل الفضي للدفعة 54 حربية يعني الناس تعمل تاني ما هو المطلوب من النادي الأهلي علشان الناس توقف البذاءات اللي هي بتطلع تقولها عمرنا ما حنطلع نرد بنفس الطريقة عمرنا ما حنطلع نتكلم طيب هي معانا على الهواء مباشرة زي ما حضرتكم شايفين الأستاذ خالد مرتاجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو بيستلم درع اليوبيل الفضي للدفعة 54 في الجيش طبعا اللجنة العليا للدفعة 54 حربية برئاسة تلواء مدفعي زكريا سراج الدين اسمعوا الأسماء واسمعوا الكلام واسمعوا قد ايه قد ايه النادي الأهلي ده موجود في كل حتة في مصر مش في مصر بس بس أنا بتكلم دلوقتي على مصر قد ايه موجود في كل حتة في الجيش وفي الشرطة وفي كل حتة وما بين الجمهور زي ما حضراتكم شايفين أمثلة مشرفة جدا جدا الأستاذ محمد سراج كان متواجد الأستاذ محمد الجرحي كان متواجد أعضاء مجلسة دارة النادي الأهلي انا برضو مش عايز انسى اسماء موجودة الاستاذ ابراهيم الكفراوي ايضا كان موجود نيابة طبعا عن كابتن محمود الخطيب لانه زي ما حضراتكم عارفين ظهر وجعه شوية وان شاء الله يعود سالما خلال الفترة اللي جاي مش هاعد بقى ارد وهاعد اقول اصلا ده اللي انت بتقوله ده غلط او اللي هم بيقولوا ده غلط والكلام ده لا لا مش هاعد الصور اللي حضراتكم شايفينها دي ابلغ رد على ما يحدث ابلغ رد على ما يحدث ان برضو احنا داخلنا على مباراة وعايزين نتكلم في امور فنية وعايزين نتكلم في كذا وكذا وكذا ولكن كل البذايات اللي بتتقال هي ما هي الا فقاعات هوا ما بتقصرش على النادي الاهلي ما بتقصرش على النادي الاهلي لان النادي الاهلي اسمه كبير جدا 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 ومش بنقول كلام وخلاص لا نرجع دايما للارقام والحقائق الورق ارقام الارقام والحقائق هي اللي بتخليك تقول إن النادي الأهلي بتخليني كده أنا قاعد وأنا آسف جدا حاطت رجل على رجل كده وأقول للناس أنا النادي الأهلي أنا النادي الأهلي بالأسماء وبالأرقام وبكل شيء وليس بالكلام وبالبذاءات وبالكلام السيء اللي بيتقال زي ما قلت لكم معلش عذروني لأنه يعني في كلام ممكن يتقال كتير جدا 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 ولكن دائما عندنا حاجة اسمها فوق كده دايما بنبصيلها اسمها مبادئ النادي الأهلي أنا عارف برضو إن الكلام ده بيوجع ناس كتير وناس كتير يعني لما بنجي نقول الكلام ده بتقول إيه مبادئ النادي الأهلي مبادئ النادي الأهلي في الرد اللي حضراتكم شايفينه نحن بس صورة كده حاجة بسيطة فيديو بسيط بيوري حضراتكم قد إيه النادي الأهلي مكرم من كل الجهات اللي موجودة في مصر من كل الجهات اللي موجودة في مصر فعشان كده أنا بقول لحضراتكم لا تلتفتوا إلى هذه البدايات وإحنا دايماً هنكون موجودين زي ما قلت لكم ودايماً بقى أكرر هذه الكلمة في كل حلقة أنا ببقى موجود فيها مع حضراتكم إن أنا عندي تنين تيم في الإعداد تيم اللي هم مجموعة الشباب اللي متواجدين معايا وحضراتكم دايماً بتقولولي ودايماً باخد من قراءكم يعني عرفت مثلاً إن عيد ملاد محمد الشرف مبارح من إحدى الأصدقاء من على تويتر والناس بتقول لي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا فأنا مش عايز حضراتكم تلتفتوا لمثل هذه البذاءات لأن الناس دي بتحاول تطلعنا برا الخط اللي إحنا ماشيين فيه النادي الأهلي بيلعب على الدوري بيلعب على الكاس لما يبدأ مرة أخرى بيلعب على بطولة أفريقيا اللي إن شاء الله كمان ثلاث شهور أو أربع شهور إن شاء الله إن شاء الله يصبح النادي الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا ويلعب في كاس العالم للأندية إن شاء الله يعني خلال 3 شهور يعني خلال 3 شهور أو 4 شهور من الممكن جدا أن يتوج النادي الأهلي بطلا لأفريقيا إذا الظروف إن شاء الله مشت كويس فعشان كده بقول لحضراتكم هي دي الخطة الموضوعة وهو ده الإسلوب اللي حنمشي به نحنا شايفين اللي هناك ده الهدف بتاعنا نحنا نصل للبطولة الأفريقية يبقى حنصل للبطولة الأفريقية إن شاء الله الدوري العام المصري ما نفقدش فيه نقاط يبقى مش هنفقد فيه نقاط وحنفضل كده أي حد بقى ييجي يعني أنت ماشي في خط كده أي حد يجي خبط فيك عشان تطلع برا الخط لا إحنا هنفضل وقفين وفي ناس كتيرة بتوقف وحضراتكم جا جمهور حتوقفوا لكن لا تلتفتوا لمثل هذه البدايات ومثل هذا الكلام السيء اللي بيتقال في مواقع التواصل الاجتماعي من فضل حضراتكم خليكوا زي ما انتم خليكوا ورا النادي الأهلي التكريمات اللي بتحصل والحاجات اللي بتحصل قبلغ رد على كل حد بيتكلم سبحان الله من عند ربنا حاجة بتحصل كده من عند ربنا يعني الواحد كان محضر حاجة بسيط لقيت التقرير ده قلت له خلاص هقول ايه هقول ايه مش هرد هقول ايه هرد على مين وهقول ايه ما هو التكريم موجود الرد موجود من الدولة مش من حد تاني فعشان كده أنا بقول لحضراتكم لا تلتفتوا لمثل هذه البزئات وبالمناسبة بقى وإحنا بتتكلم كده النهارده